الأخطر من العواصف والأزمات الطبيعية ما تحدثه أزمة أوراق المال حول العالم إذ يشهد العام الحالي أزمات مصرفية أودت بحياة عديد البنوك في أمريكا وسبقها ضربات اقتصادية متتالية في أوروبا تحديدا في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد تدعيات تلك الأزمة لم يتوقع خبراء السوق العالمية أن تضرب أكثر قطاعات العمل العالمي أمانا وازدهارا إذ ضربت أزمة المصارف قطاع التكنولوجيا حيث أعلنت أمازون مؤخرا عن دفعة تسريحات جديدة تطال 9000 موظف تضاف إلى تسريح 18000 موظف في كانون الثاني وقبل بضعة أيام من ذلك أعلنت ميتا عن تسريحات أكثر صرامة وصلت معها نسبة خفض موظفيها إلى 24% السنامي المالي حول كبار شركات التكنولوجيا إلى فوضى غير مستقرة بعد أن اعتبرها مستثمرون ملاذا آمنا لما شهدته مصارف عالمية من تدهوره شلل وسائل النقل في ألمانيا مطر فرانكفورت وميونيخ خارج الخدمة يحدث هذا مع فوضى عصفة المال التي قرر نقابي العمال في كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لما أسموه القتال من أجل الرواتب حيث تتوقع نقابات النقل والسكك الحديدية توقف السفر تماما إذ تطالب فيردي على سبيل المثال بزيادة 10.5% للعاملين في القطاع العام وفقا لما ذكرته بلومبرغ أزمة تضخم قياسي يحذر منها خبراء الاقتصاد والتي يتوقع أن تضرب انعكاسا على أسواق عالمية ومنها عربية ما يرفع مؤشر التحذير من خطر أزمة اقتصادية قد لا تكون سهلة على دول تعاني من ويلات اقتصادية متراكمة